قال نائب المدير العام لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية برونوس تاغنو اوغارتي ان تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن ليبيا لا تتطابق مع افعاله واضاف اوغارتي في مقالة نشرها في جريدة ميديا بارت الفرنسية ان توجيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتهامات الى تركيا الداعمة للحكومة الليبية الشرعية يظهر مدى الهموض السائد في السياسة الفرنسية بخصوص ليبيا واشار الى ان ماكرون ظل صامتا ازاء تحركات الامارات ومصر وروسيا في ليبيا مضيفا انه تغاضى ايضا عن هجمات قوات حفتر فضلا عن تقديم دعم عسكري للواء المتقاعد